السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الشرفاء أيها الشريفات أخي وحبيبي الشيخ مامور إيصاديوب أنا جد فرح على هذا التشريف الذي قمتم به وأن كلفتم الشيخ مصطفى قي كي يخبرنا لإلقاء هذا الدرس أو هذه المحاضرة حول الصيام فأنا جد ممتن لكم جميعا أحبتي في كل البقاء عامة وفي إفريقيا خاصة السينيغال ونيجريا والكوديفوار وغنيا بصاو والكاميرون ومالي لقد رأينا فيكم حسن المعاملة والتواضع في كل أعمالكم وكذلك حبكم في طلب العلم والتعلم فإن شاء الله تعالى سنحاول أن نسرد عليكم ما علمنا الله سبحانه وتعالى في مسألة الصيام من تعريفه لغة واستلاحا ومن فضائله ببعض الأحاديث النبوية الشريفة وبعض الآيات القرآنية أحبائي جميعا أبارك لكم هاته الأيام الفضيلة من شهر يمضان ونتمنى جميعا أن نلقى ليلة القدر ويعيننا الله سبحانه وتعالى على قيامها تحياتي لكم جميعا أيها الأحباب وردي الله تعالى عن شيخنا أبي العباس أحمد تجاني ردي الله تعالى عنه وعن كل خلافائه في كل الأمصار وعن خليفته الشيخ إبراهيم نياس رضي الله تعالى عنه الذي نعتز أي اعتزاز حينما نقرأ أو نسمع ما دونه وما كثبه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى لنشر هذه الطريقة التجانية في كل الأمصار وأوجه تحياتي الخالصة وتحياتي القلبية للمسؤولين عن هذه القناة القناة التي فعلا اسم على مسمى فهي قناة مدرسة بيت المامور فنتمنى لها الرقية والازدهار وهي كانت في الأزل موجودة والآن حان إخراجها إلى حيز الوجود على يد تلة من الطلبة وتلة من المريدين التجانيين الذين أبلوا الحسنة فيها فشكرا أيها المشاهدون أيها المشاهدات أيها المستمعون أيها المستمعات في كل بقاع العالم أشكركم على حسن إصغائكم واستماعكم وأتمنى من الله عز وجل أن تأجيكم هذه الأضيات وما قلناه أن تستفيدوا منه وأن ينفعكم في الدنيا وفي الآخرة شكرا لكم جميعا شكرا للمؤثرين شكرا للمخرجين شكرا لكل من ساهم من قريب أو من بعيد على إخراج هذه القناة مدرسة بيت المامور ففعلا فهي مدرسة وبيت لحبيبنا وصديقنا وأخينا الشيخ عيسى الشيخ مامور عيسى ديوب الذي ولله الحمد تربطنا به علاقة أخوية وعلاقة في الله إلى الله حتى نلقى الله وهو راضي عننا وتربطنا علاقات معكم جميعا أيها الأحباب فالحمد لله الصوت يعبر عن المحبة ونحس بكم بحسن استماعكم وحسن تقبلكم لما قلنا في هذا اليوم وإن شاء الله هذه انطلاقة وهذه بداية فإن أسأنا أو أخطأنا فهو من أنفسنا وإن أصبنا فهو من الله سبحانه وتعالى وببركتي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغرق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محبكم وأخوكم الشريف الحاج محمد العمراني من فاس المغرب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله الذي أفاض على أوليائه وأحبائه وأصفيائه من النور الأحمدي أنوارا واصطفاهم من مكنون سره وجوهر علمه وضره معارفا وأسرارا وحلاهم بحلية سنائه وحول لجماله وبآئه واطلعهم في سماء التوحيد أقمارا فالصداءت بأنوارهم الخليقة وسلكوا بهم من الدين طريقة وتبوأوا منه موطنا وقرارا وصاروا للسالكين هداية وعلما بالمحجة وآية وبرزوا بكل لاحب المنارة فلولا هم ما سلك في تلك السبل في جاجها ولا قوّم من ضلع النفوس عوجاجها ولا تبيّل لها الهدى السبصار فسبحان من خصهم بالحكمة والنور وشرح بهم القلوب والصدور وجعلهم للدين أعوالا وأنصارا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي من فيده بحره يغترفون ومن روض مواهبه يقتطفون ويشتكون ثمارا وأزهارا ومن نوره يستمدون وعنه يرثون ويستبدون وعليه يحوم كلهم مدارا فإذا ما أردنا أن نعرف الصيام فالصيام لغة هو الإمساك والامتناء عن الشيء وشرعا هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قال الله سبحانه وتعالى في فضل الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على صفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفوقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على صفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وللصيام فضل عظيم وتواب جزيل مضاعف فقد أضاف الله سبحانه وتعالى الصيام إليه تشريفا وتعظيما وجعله من الأركان الخمس للإسلام بعد الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن سطع إليه سبيلا وهو الركن الرابع ففي الحديث القدسي عن أبي هرير رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمتالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يعني بأن الله سبحانه وتعالى الصيام الأجر دياله والجزاء دياله الله سبحانه وتعالى هو الذي يزي به بمعنى لا نعرف قدر الحسنات التي تعطى للصيام للمسلم بحيث الله يجازي المسلم حسب صيامه أتلان إنسان في رمضان هناك من يغض الطرف بعينه هناك من يتصدق زيادة على الصيام هناك من يفعل الخير هناك من يساعد ولو بكلمة طيبة إذا الله سبحانه وتعالى هناك ملائكة خاصة يعني كيجردوا كيحسبوا الإنسان العمل ديال المسلم في رمضان هناك من يتعبد هناك من يصلي على سيدة محمد صلى الله عليه وسلم إذن هنا ونلاحظ الحمد لله أن في رمضان تقطر الخيرات وتقطر زيارة الرحم وصلة الرحم وتقطر حتى في بعض العائلات والأسر تكون هناك فيهم خلافات يعني يتدخل أولو الألباب ويتم التصالح هذا الأجر الذي يفعله أو هذه الأمور الحسنة التي يفعلها المسلم الله سبحانه وتعالى يجازيها أو يجازي عنها إذن قلنا وننتقل إلى الحكمة من مشروعية الصيام هذا الصيام هذا شنو الحكمة دياله أولا أول حكمة أن تحقيق تقوى الله في الاستجابة لأمره والانقياد لشرعه قال الله عز وجل لعلكم تتاقون التقوى في رمضان واجبة كذلك تعويد النفس على الصبر وتقوية الإرادة في التغلب على الشهاوات يعني إنسان فشيك صايم في رمضان يعود نفسه على الصبر مثلا يصبر على العطش يصبر على الجوع يصبر على أشياء كانت مباحة لكن في الصيام تعتبر حراما من بينها شهوة النفس كذلك يتعودي الإنسان في رمضان كما قلنا على الإحسان وعلى الشفقة الشفقة على المحتاجين والفقراء لأنه يضوق طعم الجوع فإن ذلك يعني إنسان يضوق طعم الجوع يرقق قلبه وشعوره نحو إخوانه المحتاجين ثم تحقيق راحة الجسم وعافيته في الصيام أول شيء حينما الإنسان يرى هلال رمضان أو يعلمه بطريق الإداعة أو التلفز أو نحوهما مما يقع به الإعلام الرسمي لرؤيته لمعنى إذا ما بلغنا بأن غدا سيكون رمضان فيجب على المسلم أن يقول وأن أولا أن ينوي نية الصيام ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم هذا شهر رمضان قد حل بنا فأدخله علينا بأمن وأمان وصحة من سقم وبالفراغ من الشغل وعن على الصيام والقيام وتلاوة القرآن حتى ينقض عنا وقد غفرت لنا ورديت عنا اللهم هذا شهر رمضان قد حضر فسلمه لنا وسلمنا له في صرورك منك وعافية اللهم ارزقنا سيامه وقيامه بقابول منك وامتتال أمرك والشناب نهيك أو الشناب نواهيك اللهم ارفعنا الكسل والفترة والسآمة وارزقنا فيه الخير والجد والشهاد والأجر والقوة والنشاط كما تحب وتغضى وأما الصيام فينبغي أن يكون مستجمعا للفرائد ولشروط وللسنن وللمستحبات على الحد المضبوط والمحافظة على فعل المأتورات واجتناب سائر المنهيات والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بإخلاص العمل لوجهه الكريم وطلب البعد من النار والقرب لجنة النعيم والاشتغال في أيامه وليليه بتلاوة القرآن الكريم والذكر الله العظيم وأما العبادة الليلية فيطلب أن يقوم المسلم بصلاة التراويح فإن سطع مثلا أن يصلي عشرة ركعات بعشرة تسليمات وبعدها يصلي الشفع والوتر فهو أولى وأفضل وإلا فليقوم بقدر ما عليه من الصطع والإمكان بمعنى أن في صلاة التراويح خصوصا في هذا محجر الصحي يمكن على كل مسلمين ومسلمة حافظ للقرآن أو غير حافظ للقرآن أن يصلي ما شاء دون أن يتبع لا تلفز ولا مدياع ولا أي شيء يأخذ كتاب الله بين يده ويطلو ويقرأ منه أو إذا كان يحفظ حتى قصر الصور فهي جائزة مع الفاتحة فالفاتحة ضرورية ويمكن أن يطلو ما شاء من كتاب الله وفي رمضان يجب الاجتهاد الاجتهاد الكامل في التحصيل على إحياء لياليه وخاصة الأوطار العشر الأواخر منه وخاصة منها ليلة القدر لأن العبادة فيها تجاوز عبادة ألف شهر وذلك ثلاثة ثلاثة وتمانون سنة وأربعة أشهر لقوله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر والمطلوب لو علمها وتحقق لديه العلم بها أن يقوم في منتصف الليل ويتوضأ ويتوجه إلى الله تعالى بأنواع الطاعات وأفضل القربات فإذا كانت تلت الأخير من الليل فليقم وليتلو فاتحة الكتاب وليصلي وليدعور الله ربه بأن يغفر له الله تعالى ما تقدم من دنبه وما تأخر ويكون الدعاء فيها دائما اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا وإن شاء الله أحبتي في الأوديو القادم سوف نتحدث عن حكمة مشروعية الصيام وفضل الصيام وما يجب على المسلم أن يقوم به وشروط الصيام سوف نحاول أن نعطيكم ما تيسر مما تعلمناه عن مشايخنا وأسالينا حول الصيام وكيفيته وينقسم الصيام الذي شرعه الله سبحانه وتعالى إلى نوعين من الصيام الله سبحانه وتعالى الصيام شرعه كينجوج أنواع من الصيام لا غير هناك صيام واجب وهناك صيام مستحى فالصيام الواجب نوعان صياب أوجبه الله ابتداء على العبد وهو صيام وهو صيام رمضان حينما يبلغ الإنسان الحلم وهو كما قلنا رقل من أركان الإسلام صيام يكون العبد فيه سبب في إيجابه على نفسه كصيام الندري وصيام الكفارة بمعنى الصيام في نوعان الصيام كين الصيام الذي أمر الله سبحانه وتعالى بصيامه وكين الصيام للإنسان مثلا حلف أو در وحد الندر قال لو تحقق لي كذا وكذا لصمت ثلاثة أيام أو كفارة كما يقع مثلا كفارة في الحج وكذلك هناك صيام السحب وهو كل صيام استحب الشارع فعله كصيام مثلا الاثنين الخميس صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعني الصيام ثلاثة أيام هي كما نسمي أي أيام البيض الصيام يوم عاشراء وصيام العشر الأوائل من الحج وصيام يوم عرفات وشروط وجوب الصيام كين واحد الشروط ذات الصيام أولا يجب لكي نقول الإنسان رصائم أو يصوم الإسلام الإسلام من شروط الصيام إنسان كل مسلم فلا يفرض أو لا يجب على الكافر كذلك البلوغ فلا يجب على الصغير ولكن يؤمر به الصبي إذا أطقه الطفل أو الطفلة عامة إذا لم يبلغوا الحلم فلا يصوم ولكن إذا أرادوا وعندهم طاقة للتعاود يمكن صيام نهار وإفطار يومين أو كان كما كانت العادة المغربية كنا مغيرنا من هذه المسألة وكما سبحان الله فيها لدة وفيها نشوة وفيها تعلم على الصيام والصبر فلا تنوضون الصحاب يقول لك عن خيط لك النهار تتصوم الوحدة بالنهار لما تصلي الظهور وكتفطر وكتتغدام زيان تقول لك الوالدة ولا الوالد هذا بعد نخيط لك المعكل وعاوثاني يكون مزيان وما تتكون معا يحتر الفطار وفيها تعود كذلك العقل لا يمكنش على الإنسان المجنون لا حرج عليه إنسان لفاقد العقل فلا صيام له كذلك القدرة فلا يجب على العاجز عنه الإنسان مثلا المريض إنسان كبير في السين ما قدش يصوم ما عايصوم إذا القدرة القدرة على الصيام في صورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس رواه البخاري وذكر منها صيام رمضان بمعنى حتى الأمم الأمم السابقة كانوا يصومون رمضان الآية واضحة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ومن فضائل الصيام رمضان هو أن الصيام وقيام رمضان يغفر ما تقدم من الدنو الله كبار قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبيه متفق عليه وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبيه كذلك من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من دنبيه حيث قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبيه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبيه متفق عليه ونلاحظ كذلك أن بعض الأحباب أو بعض المسلمين في رمضان يتوجهون إلى العمرة لقضاء عمرة فهي محمودة لأن عمرة في رمضان تعديل تواب حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال صلى الله عليه وسلم عمرة صلى الله عليه وسلم في رمضان تعديل حجة أو حجة معي رواه مسلم وكذلك في شهر رمضان شوف على خيرات معنى الله سبحانه وتعالى وهذا الكلام خصنا نتلدو به نحسو به أن في شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنان وتقلق أبواب النيران وتصفض الشياطين الشياطين تتكون مربوطة كما تنقول وتقبل النفس على فعل الخير وتقبل النفس على فعل الخير فقال صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين فعلى المسلم المبادرة إلى التوبة والبعد على المفارقة والمنكرات والإقبال على الله تعالى في رمضان يعني كل ما أقبل الإنسان أقبل الله على رمضان فكما أن الإسلام يجب ما قبله ففي رمضان يمكن الإنسان أن يتوب توبة النصوحة والله سبحانه وتعالى يقبله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بمعنى إذا التوبة مفتوحة ما الإنسان ما يكون ديك سكارات الموت الغرغارة إلا حتى وصلت له الغرغارة وحس براسو يقول هنا قضية سابق صيف العدل إذا التوبة في رمضان مفتوحة والحمد لله دبا الآن وخا نحن في هذه الجائحة وفي هذه الوباء فرأينا أن الحمد لله أصبحت بيوت المسلمين كلها مساجد ولو أن بيوت الله عندها وحد القدسية وعندها وحد طابع وعند وحد رحانيات وعندها وحد يعز علينا أننا في رمضان نقوم التراويح وصلت في منازلنا لكن بمنظور آخر فولي الولي الأمر أو رب العائلة يصلي بزوجته وبأطفاله فهذه سنة حميدة لكي لا نجعل منازلنا مقابر إذن شوف سبحان الله أن وضع سغه في أضعاف خلقه ونحن متأكدون أن ما يحصل الآن فيه خير للبشرية جمعاء وللمسلمين خصوصا كذلك أن شهر كامدان هو شهر القرآن فينبغي الإكتار من تلاوته وإكتار من قراءة القرآن لأن رمضان هو شهر القرآن قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وشهر رمضان شهر الجود والإنفاق والصدقة وفعل الخيرات يجب على المسلم السوي أن يفعل الخير في رمضان ورمضان سبحان الله هو يعطيك قوة لفعل الخير فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينص لخ فيعرض عليه رسول الله صلى الله وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة متفقون عليه بما يثبت دخور رمضان يثبت دخور شهر رمضان برؤية الهلال فإذا رأينا الهلال بعد غروب الشمس يوم التاسع والعشرين من شعبان والحمد لله هذه يعني شهادة حق في هذا البلد العظيم المملكة المغربية الشريفة فعندنا أوامر صارمة فهذا المسألة هذه وأن وأن المغرب يتابع رؤية الهلال في كل يوم التاسع والعشرين من أي شهر يعني يكون هناك لجنة فيها عدول تقات وأناس اختصاصيين في علم الفلك يراقبون هلال أي شهر بداية أي شهر يراقبون الهلال يوم التاسع والعشرين فإن لم يكن في التاسع والعشرين فاليوم تلاتون يعني خلاف بعض الدول تكون فيهم عندهم حسابة فلاكية وبعض الأحيان هذه حسابة فلاكية لا تتبوت نحن نحن نطبق الآية الكريمة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن عفيا عليكم الشهر فعدوا تلاتين كما قال صلى الله عليه وسلم بمعنى أن الحمد لله في المملكة المغربية وخصنا نكون واتقين هذا المسألة وإلى الله الحمد أننا عدنا الرؤية الشرعية يعني ما كنديروش الحسابات الفلكية بقدر ما نعتمد على الرؤية الشرعية في ربوع المملكة المغربية الشريفة حفظها الله لنا جميعا وندخل في السلوكيات وكيف يمكن على المسلم السوي أن يغتنم هذا رمضان قال صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إن نمر صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرح هما إذا أفطر فارح وإذا لقي ربه فرح بصومه فحين فحينما نقول الصائم فرحتان يفرح ما إذا أفطر فارح وإذا لقي ربه فارح بصومه وجاء في رواية للصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه وهنا بحث العلماء رحمهم الله عن معنى هذا الفرح وكيف يكون وما معناه ودلالته في الحديث الشريف فالفرح كما يعبر عنه أهل الأهل الاختصاص يقولون الفرح لدة في القلب بإدراك المحبوب وتأمل معي أحبتي كيف أن المؤمن بات يدرك ذلك بما هي الله له من الطاعة وهنا حين يقول صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فبين أن تمت واحدة معجلة هنا في الدنيا يعني هذا الفرح كيف في الدنيا واحدة مضفرحتان للصائم فرحتان بين الحبيب الصلاة صلى الله عليه وسلم هذه الفرحة كيف هو حدف الدنيا يعني معجلة وأخرى في الآخرة فأما فرح المؤمن عند فطره فهذا له معنايين الأول هو أن النفوس إذا جبلت على أنها تميل إلى ما ما يلائمها من الطعام والشراب وانحوهما فإذا قطع عنها هذا ومنعت عن ذلك لسبب من أسباب ولعارض من العوارض ثم تهيأ لها هذا الذي منعت منه فإن تمت من الفرح ما يكون عند الإنسان وهذا أمر طبيعي وبخاصة عند الشداد حاجة الإنسان إلى هذا الذي القطع عنه ولكم أن تتأمل أحبة الكرام حال ذلك الرجل الذي ذكر النبي صلى الله وسلم آله وسلم قصته حينما أظل راحلته وعليها طعامه وشربه وأيقان أنه سيموت فآوى إلى شجرة قال أموت عندها فإذا به يدركه النوم والإعياء فلما استيقظ وأفاق نظر فإذا براحلته عند رأسه فأدركه فرح عظيم شوفوا على مقاربة وعلى مقارنة حتى قال حامدا لله اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يعني من شدة الفرح قلب الآية عطمي يقول اللهم أنت ربي وأنا عبد قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك يعني كان فيه نعس وفيه الجوع والراحل الذي له فيه الزاد وذيك الزاد راح لمشات ترجمة نانسي قنقر